بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس السادس بعد المئة الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله نبينا محمد وآله وصحبه وبعد يبين الشيخ رحمه الله خطأ مقالة من يقول إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم فيقول وتارة يجعلون إخوانهم يعني علماء الكلام أحذق وأعلم من السلف ويقولون طريقة السلف أسلم وطريقة هؤلاء أعلم وأحكم فيصفون إخوانهم بالفضيلة في العلم والبيان والتحقيق والعرفان والسلف بالنقص في ذلك والتقصير فيه أو الخطأ والجهل وغايتهم عندهم أن يقيموا أعذارهم في التقصير والتهريط ولا ريب أن هذا شعبة من الرفض فإنه وإن لم يكن تكفيرا للسلف كما يقوله من يقوله من الرافضة والخوارج ولا تفسيقا لهم كما يقوله من المعتزلة والزيدية وغيرهم كان تجهيلا وتضليلا ونسبة لهم إلى الذنوب والمعاصي وإن لم يكن فسقا فزعما أن أهل القرون المفضلة في الشريعة أعلم وأفضل من أهل القرون الفاضلة ومن المعلوم وإن لم يكن فسقا فزعما أن القرون المفضولة في الشريعة أعلم وأفضل من القرون الفاضلة ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة أن خيرها القرن الأول ثم الذين يلونهم كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة من علم وعمل وإيمان وعقل ودين وبيان وعبادة وأنهم أولى بالبيان لكل مشكل هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام وأظله الله على علم كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم وقال غيره عليكم بآثار من سلف فإنهم جاءوا بما يكفي وما يشفي ولم يحدث بعدهم خير كان لم يعلموه هذا وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم فكيف يحدث لنا زمان فيه الخير في أعظم المعلومات وهو معرفة الله تعالى هذا لا يكون أبدا وما أحسن ما قال الشافعي رحمه الله في رسالته هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا وأيضا يقال لهم أي لعلماء الكلام كيف تدعون طريقة السلف وغاية ما عند السلف أن يكونوا موافقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عامة ما عند السلف من العلم والإيمان هو ما استفادوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور وأداهم به إلى صراط العزيز الحميد الذي قال الله فيه هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور ثم بين الشيخ رحمه الله أن هؤلاء الذين تركوا ما عند السلف من العلم والإيمان قد سلكوا مسلك الملاحدة الذين يقولون إن الرسول لم يبين الحق في باب التوحيد ولا بين للناس ما هو الأمر عليه في نفسه بل أظهر للناس خلاف الحق والحق إما كتمه وإما أنه كان غير عالم به فإن هؤلاء الملاحدة من المتفلسفة ومن سلك سبيله من المخالفين لما جاء به الرسول في الأمور العلمية كالتوحيد والمعادي وغير ذلك يقولون إن الرسول أحكم الأمور العلمية المتعلقة بالأخلاق والسياسة المنزلية والمدنية وأتى بشريعة عملية هي أفضل الشرائع ويعترفون بأنه لم يقرع العالم ناموس أفضل من ناموسه ولا أكمل منه فإنهم رأوا حسن سياسته للعالم وما أقامه من سنن العدل ومحاه من الظلم وأما الأمور العلمية التي أخبر بها من صفات الرب وأسمائه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار فلما رأوها تخالف ماهم عليه صاروا في الرسول فريقين فغلاتهم يقولون إنه لم يكن يعرف هذه المعارف وإنما كان كماله في الأمور العملية والعبادات والأخلاق وأما الأمور العلمية فالفلاسفة أعلم بها منه بل ومن غيره من الأنبياء وهؤلاء يقولون إن علي كان فيلسوفا وأنه كان أعلم بالعمليات من الرسول وأن هارون كان فيلسوفا وكان أعلم بالعمليات من موسى كثير منهم يعظمون فرعون ويسمونه أفلاطون القبطي ويدعون أن صاحب مدين الذي تزوج موسى ابنته الذي يقول بعض الناس إنه شعيب يقول هؤلاء إنه أفلاطون أستاذ أرستو ويقولون إن أرستو هو الخضر إلى أمثال هذا الكلام الذي فيه من الجهل والضلال ما لا يعلمه إلا ذو الجلال أقل ما فيه جهلهم بتواريخ الأنبياء فإن أرستو باتفاقهم كان وزيرا للإسكندر في لبس المقدوني الذي تؤرخ به اليهود والنصارى التاريخ الرومي وكان قبل المسيح بثلاثمائة سنة قد يظنون أن هذا هو ذو القرنين المذكور في القرآن وهذا جهل فإن ذا القرنين المذكور في القرآن كان متقدما على هذا وكان موحدا مؤمنا وذاك كان مشركا كان يعبده وقومه الكواكب والأصنام ويعانون السحر قال الشيخ والفريق الثاني يعني من الفلاسفة يقولون إن الرسول يعلم الحق الثابت في نفس الأمر في التوحيد والمعاد ويعرف أن الرب ليس له صفة ثبوتية وأنه لا يرى ولا يتكلم وأن الأفلاك قديمة أزلية لم تزل ولا تزل وأنه يقول بما عليه هؤلاء الباطنية في الباطن لكنه لا يمكنه إظهار ذلك للعامة لأن هذا إذا ظهر لم تقبله عقولهم وقلوبهم بل ينكرونه وينفرون منه فأظهر لهم من التخييل والتمثيل ما ينتفعون به في دينهم وإن كان في ذلك تلبيس عليهم وتجهيل لهم واعتقادهم الأمر على خلاف ما هو عليه لما في ذلك من المصلحة لهم انتهى كلامه رحمه الله في هذه الحلقة فإلى الحلقة القادمة بإذن الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه شكرا شكرا